عدد السكان الكبير في مصر يعني هو الموضوع الزيادة السكانية مشكلة معضلة في الحقيقة يعني التعامل مع عملية ازاي تحقيقي الوصول الى الدول المتقدمة فلازم تعملي معدل نمو اولا عالي يعني لازم تعدي السبعة تمانية في المية كمعدل نمو احنا حاليا ما بنحققش سبعة تمانية وعندنا زيادة سكانية بقدر معين فالنتيجة ان احنا لسه مش قادرين نعمل القفزة الكبيرة لكن انا شايف بعض حلول حتأتي اكلها لو احنا استثمرناها للاخر ان احنا ما زلنا مركزين في السبعة في المية اللي هم حوالين من مساحة مصر بينما المعمور المصري وده غير كلمة المعيشة يعني المعمور المصري وصل لحوالي 15% يعني فيه اثر لبنى قدمين وكهربا ومية وغاز ومشروع ماء موجود منتشر انا حاجة سمتها كده بقوة يعني قراءة ان احنا بننتقل تدريجيا من النهر الى البحر مصر بتطلع من النهر الى البحر الاحمر والى البحر الابيض الى سيناء المحاور دي كلها بمركب من الزراعة والصناعة والخدمات الى اخر لكن في نفس الوقت ان احنا لم نحقق حتى الان عملية انتقال سكاني كبيرة ولازم نفكر فيها يعني دي محتاجة النخبة انها تفكر تحدي للنخبة ما الذي نفعله بمثل هذا الانتشار المعماري الموجود في مصر هل ممكن مثلا اسأل حضرتك سؤال اللي هو يجمع بين اشياء كثيرة في مصر هل احنا في حاجة الى ثورة ادارية مئة في المئة يعني في الحقيقة هو فيه مشروع في الدولة اللي اصلاح النظام الاداري للدولة كلمة ثورة دي يعني استخدمناها كتير في خلال الخمسين سنة اللي انا كنت فيها في العمل العام الثورة الادارية يعني هنقول مثلا اصلاح اداري جزري اه طبعا جزء منه ان احنا عندنا تفعيل مواد في الدستور لها علاقة بالمحليات حكم المحلي احنا عايزين حاجة ماياش عبارة عن الادارة المحلية ولا عايزين حاجة تبقى حاجة يعني فيدرالية او انما الحجم المحلي معناها اننا كنت اننا نقدر نوزع بحيث انه الائف القاهرة المزدحمة جدا اعلانات بتقول الوادي الجديد محتاج عمالة قد كذا وعاوز موظفين قد كذا يعني هل هذا يأتي بالمجالس المحلية طبعا اشتركوا في القناة